اشتركوا في القناة تصيرت المرور للهاتشوت اللي مر بها فليمي على السنة ما يبقى للسومبادي في محاولة تبقاء امام خمسة من منفسه نافي يستحوذوا على البومب سايد بي ويقوموا بالبومب لانت كما قاعدين نلاحظوا حاليا السومبادي يتمكن من ايجاد هاتشوت وحيدة يتيمة على دريوس فليمي محالة الاجابة كانت سريعة ومتخلينش ننتظروا سيزي اوتاو يسجل راوند الاول لصالح نافي هو راوند كان ماشي للنافي لكن التوقيع اهم شي ممكن النجم نتحدث على اللحظة وحيدة نجمع اللحظة بركمان اذا المباراتنا وانتريق جايد للنافي يلقى هاتشوت على كابتن مو على ايدي ادود مداخلة بشي تمنى تصور على مصور البومب سايد ويتيح في الفخ متى اتاكا سينا يلقى نفسه بيك اوب على ادود كده الكسوس سلاحات يتيحوا من نافي ممكنوا حاول البحث عنه من عند لعبي تايلو سينا يلقى نفسه اكاي واذا هو وضع اختير عن النافي اللي لما حالا يتماكنوا يجاد هاتشوت يتخلص من اتاك يلقى ناسه دابل ما كانش عنده الامر كيفي بشي تخلص من سمبادي والهاتبوينت سنتيعوا كانوا ضائلين للغاية مو ثري من عند سيزد في اخي بتايمينج ممكن انتحصار بتبعت الحال في تي رامب محاولة متع مرور من عند زيوس على سيزد بسبع هاتبوينت سيناريو ممثل احضرنا عليه في المباراة الفارتة على مستوى انفرنو ما بينهات سمبادي والسيزد حاليا بشي حاول انه يقوم بروتيشن في اتجاه البوم سايت بي واللعبة حاليا بشي تكون ميند جيمز زيما انه السيزد يخلق الفارق عمانه بتبيعة الحال بشي يتيح في فخ لاعبي تايلو انت ايكو بشي تكون عندها نجاعة كبيرة والناضي بشي يخسروا الادفانتج بشي اللي بنيوه لانفسهم انتلاقا من البيسطل راوند من هذا الانه التغتير يقوم بها على نفسه اللاعب سيزد سمبادي يتعرف على موقع منافسه وممكن سمبادي في محاولة البحث على اكي وكمن ايجيده يحاول انه يمر بخطه سريعه في اتجاه البوم بسايت بي ما عندهش فكرة كيفاش البوم بلانت ساير ما عندهش فكرة وين سيزد متمركز بالضبط سمبادي في محاولة للبحث ممكن يحاولي سبري منورة البانش ما عندهش فكرة وين منافسه متواجد يحاول انه يقوم بالدفيوز البيت ما يعطي حتى ادمن اشياء السيزد ممتاز اختنى من الفرصة يلقى الظهر منافسه سنبادي والكلاتش يتم واحد ضد واحد نافي يلقون انفسهم راوند ثاني لكن اللي يحظوني تدور متع القاعدة الملايئة لفريق النابي بعد راوند اللي مروا به كانت نجم تكون عندهم قاعدة ملايئة اعلى لاحظوا لما حال انهم تزوسوا ادو ونقار انفسهم مارك تانز يحاولون انهم عن طريق السلحات يحاولون انهم ينفقوا في القاعدة الملايئة بتاحهم يعني يزيدوا يكبروا فيها بالبونس رواض اللي بش تمكر من ايجادة على كل يقوموا به ادود يبدي ينطلق يتخلص من كابتن مو فلايمي يتخلص من اتاكه تايلو مجزرة في حقهم يتم على ايدي لعب النابي سنبادي اخر لاعب على قائد الحياة ونسبة اخرى بالسيزي اوترون يلقى الظاهر اللاعب ادود يحاول انهم امر دخل معلومة موجودة على التمركز يلقى نسبيا وقاطن في هادشات خلص من سنبادي وراون ثلاث سهل نسبيا للنابي اللي تايلو ما كان عندهم حتى ادنى حل بش يعرجو بش يعرجو بتبقية الحل وضع اللي كانوا فيه كابتن مو يلقى نفسه اوب اربعة انفوس يقتل النابي ينزلوا في قاطن يلعب ماكتان حاليا انا ما اظن له يلقى نفسه اوب بقيت سكواد متاع النابي في اربعة اعكايت يعني ملاحظة صغيرة فقط على تايلو وليحظة انهم يحاولوا من يلعبوا اكثر ما يمكن اكثر ما يمكن من الدور الاغراسيف يعني دي ما يحاول انهم يلقى نفسهم سلاحات وووه كابتن مو يلقى الشاط سيئة للغاية مالطف يجيه اربعة عشر هيت بوينت كنايد فقط لوني ممكن تكون كافية وسيزد يسكو الضحية السنة يحاول انه يغطي على اوبا فريق وادوود يدخل على بوم بلانت عنده الفورت ستابس يلقى الحادشات على فانسي يقام اخرى محانة بعد سقوط لابت زيوس يحاول يمر ادوود في السيد يلقى البيكاپ على سمبادي غواردين بالاوب ما يفلج كابتن مو يقال للسنة يحاول انه يستخل السموك ويمر ويدخل في الابصايت سبري يشل في انه يتخلص من غواردين كان ازرع ويلقى البيكاپ على السنة اربعة صفر للصالح الناضي اربعة صفر اذا الصالح النافي ونحب انذكركم اصدقائي اللي فما جيفواي متع M4S1 Hyperbeast على الفيسبوك بيج متع ارب اسبورتس كانت تعملوا لايك على البيج وتكليكيو على دريم هاك مالما وكيفواي وتتمكنوا تبيعة الحل من ايجيت انتري تمكنكم من ربح الM4S Hyperbeast يعني ان نحكيو على يدخل على لكن عندما على التمركز كان متعصف اكثر من نسب ودخلته على الكيتشن مكنت سينر متخلص منه لكن في اخر المطاف نتيجة تقر نفسها خمسة لسفر للنافي لا هلوبة منها وطايلو في موقعهم قاعدين يعاني وفي ازمة كبيرة للغاية على مستوى الحلول يعني يبقى من الناس الواخرين على أوب على ايدي كابتن مو على ثلاثة انفوس على بقية سكواد فانسي نصور كذلك شيء قال نفسه انفو ممكن لانه نصور انه مفعول مفعول احسن للتايلو لاحظنا انه اللعب كابتن مو خرق للعادة يعني واجه به قوادين على عدة المرات في انفرنا ممكن انه اللعب يتمكن من انه يلقى الضغط الكافي على مستوى البومب سايت بي بالاوب على يديه ما نعرش هذا ما يقل الا احتسابات من زلط منش متعودة على اللعب تايلو ما عنديش المعلومات الكافية عليهم لما حل احضرت عليهم في الانتجليكسرم ماسترس تاي باي يعني الكواليفاير اللي كان مكنهم مكنهم بجيعة الحال من المرور الانتجليكسرم ماسترس كاتوفيتشي لو لقى الاشكال مع اللعب فانسي على ما اظن اللي كان عنده على الهيستري متاع الاكاونت وهذه بجيعة الحال حاجة تضع الفريق في حرمان من اللعب وبحكم انه مكنش عندهم لعب معوض كمان مستحيل اليوم المشاركة في ال اي ام تاي باي في اخن المطاف هاي هم تاي لو يلعبوا حاليا في دريم هاك مال مو وعطونا بيرفومنس اند وارا بيرفومنس لاني محاولة متع مرورة من عند النافي ممتاز سنة اللي يتخلص من السيسس في مرحلة اولى تابل يتلقى علينا على اللعب فلاي مي ريفانش متأخرا عند ايدول انقال نفسه دول كذلك سنبادي ممتاز تمركز متاعه ما يترك الا اللعب غوادين يحاول ان يبحث على منفسه يتمكن اخيرا وبحث ان حظه ما تشافش ام ما تمتش الرؤية متاع غوادين والتبصر على متى مركز متاعه يحاول انه يبيتي منفسي بتبعت الحال بصوت متاع الساون بلاد اوو غوادين غوادين السحر يتخلص من جابتن برياكشن شوت خارقة للعادة يحاول انه يمر في اتجاه الماركت ممكن من خلف يحاول انه يستعين بالبانش وغطي على نفسه ممتاز غواديني كلتش الراوند متاعه في 1v3 وينقذ النافي ويمكنه متزديد امام التايلو ستة سفر الى حد الان بني نافي في موضع متاع قوة امام التايلو في ماب متعودين عليها النافي يعرفوا كيف يتعملوا معها في عديد من المرات تعملوا المعجزات فيها ممكن مش كيفما وليس كيفما لكن باقي ميراج يعني النافي هي صراحة عليش يتسمى من الكبار عليش يتسمى فريق كبير لانه متعود على اغلب الماب يعني الفناتك معروفة معروف كفريق يعرف يتعامل مع اغلبية المابس وهاكا نتعرف على فريق كبير في وقت اللي بتبعت الحال النافي ممكن فيه سيطرة نسبية على اغلب المابس وعنه هنا هاتشة 8 ايام عند الاب اتاكا اللي كانت خلص من فلايمي طهله الاعكايم تاعه سمبادي في رفانج على السيزد يترك اذن النافي في ضعف عدده امام لاعبي تايلو وانه بتبعت الحال اندي ثالي لاعبين نافي على كبر الماب خاصة بعد لانه كابتن موت خلص من زيوس ادود وقوادين مطالبين بكلاتش في مناسبة اخرى العملية بجتون صعبة للغاية على الفريق الاوكراني نزلنا بطبيعة الحال في نفس الوضع المتشائم الوني اللي انا متشائم منه على النافي قوادين في الانتظار ما فهمش تنسيق لا فهمش يصير تنسيق مبينة قوادين وادود يستنيوا في احسن تايمينج ممكن يمكنهم التدخل اسرع طريقة ممكنة واتبعت الحال انجع طريقة ممكنة عنا سموك لانه يتم القاء ويذهلي من عند قوادين يحاول الوضع في تجاه البومب سايد بي وكما لاحظوا انتظار من احرمينا الجامر من اللاعب كابتن مو لكن متعرف على التمركز قوادين بصوت متع اسكوبا قوادين يحاول يبحث على منافسو التغتية وهنا موجودة زيوس ينظف البوم بلانت قوادين مزال في محاول البحث على التمركز متع منيف سوق على مستوى السيتي يتقدر لها قوادين ويسقط السوق حظه على ايدي فانسي يعني من الصعب انك تتعامل مع وضع مثل هذا وما يلاحاش عاديا من نافي او ما تبقى من نافي انهم يخسر راوند ذا مما تتعاملوا يعني كروسفايل كان مطبق طريقة ممتزة للغاية وصعب بش ما نقولوش مستحيل على النافي انهم يتعاملوا مع الوضع الكارثي لكن اوه السيزد يلقى نفسه اوه قوادين اوه قوادين نافي بش حول يلعب بلغريا تاكتكس بش حول انهم يلقوا اكثر من ثغرة في الخطوط الدفاعية لفريق اتايلو لكن نسألوا ما هي مدى نجاعة الدبل اوب في تي سايد في ميراج يعني اكثر من مره لنا دبل اوب يتم تطبيقه كستراتيجية اوه سمباري ممتاز والبانج يتخلص بي من سيزد خارق للعادة واوه اللحي 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 منتع اللعب سمبادي كانت وكابتن ماو كانت خلص من قوادين تقول اوب منع الدعابي النافي ما كانت عندوه حتى ادنى نجاعه تايلوه يززروا النافي ويتركوهم في وضع ميدي ضعيف للغاية اللحي هذو 9,050 دولار مان عند ادوت فمش انتظام في القاعدة الماريه و اوب ياذب الصالح قوادين على ما اظن امم علي ايدي قوادين نتصور اوب فول باي عند عند الفريق كاملت عن نافي الضعف لاني وافتقار وافتقار متى الحال وشنوه ستاريكس كان حاط في مخوة اختلت لابة اوب عند النافي مانعرش يعني النجاع ما كانش موجودة في اخر المطاف و تايلوه يلقى انفسهم راوم ثاني ممتازين للغاية خاصة بالولد بانج اللي كان متوجد راوم تلعب سومبادي يعني ممكن هذا كان الفاكتور اللي غير الكثير من الحسابات سيزد لانه يتقدم بخطاء اوووو وممتاز سيزد اللي يتمكن من تخلص من فانسي قواديم بالاوب لقى البيك اوب على كابتن ما والبومب سايد يظهر مفتوح نسبين لكن لاحظه التمركز المعلومة على التمركز تتعطي يتخلص من سيزد في اخر المطافي يحاولي سبري يلقى دامج على فلايمي لكن ما كانش بالكافي ادوود يسقط اوب ومتع اللعب سينا وفلايمي تخلص من سومبادي يبقى الى السينا حاليا يحاول انه يقوم باعادة التمركز في اتجاه البومب سايد اي نستبعد انه يحاول يكلتش الراوند اذي خاصة انه لمعنده لعشان هيد بوينت خيران هو ينتظر من الكيتشن حاول انه يحضق بالسيتي سبون بوم بلانت يتنمي سبعة اثنين لا محالة فيها الا في صورة انه سنة قام بحركية ممكن تمكنه من انه يكلتش الراوند من ثلاثة منو نفسي ما زال محالة في طور الانتظار وكما اللي احنا فهموا محاولة متاع حركية من عمد زيوس ليسقط ضحية للأوبم متاع السنة ممكن يحاول يبدل تمركز وتعوه كوادي ما يرحموش تخلص منو سبعة اثنين اذا للناضي سبعة اثنين نظيفة يتعو فيها خمسة لاعبين من تايلو انفسه في قاعدة مالية ضئيلة للغاية فما غيب الانتظام في قاعدة المالية من تايلو شخصية لكل لاعب ويعني اذا على الاقل يمكن تايلو من انهم يقوموا بسكراب باي ودروب يصيرنا عن سنبادي وكابتن مو يلقى نفسه اوب على الاقل في راوند الحالي حاول انو يغطي على البوم سايت اي انتلاقا اذا من السيتي حاول يحضق بالتيرامب السنة من موقو يفشل في انو يلقى دامج مدعين على اللعب ادولت يتخلص منو سيزد بهاتشات من حيث لا يعلمون يباكي يلقى راسمه ليفسم تايلو يتخلص منو لكن الريفانج من عام فانسي الهوني كانت في الموعد عاد الوضع اربعة ضد اربعة انتظام الهوني في الفرق العددي اربعة ضد اربعة اذا ما بنات النافي و تايلو في المراحل المبدئية الراوند العاشر في الكواتر فاينال في البلاي اوفس دريم هاك مع المو عدود يتقدم يلقى روح نفسه الفريق متايلو بدوية الحال مرتكز على السوي اللوبي يخير انو يمر انتلاقا اذا من التي ابارتمنت واوك من عند غواردين يحاول انو يحطق اذا ما اوتي له على مستوى البومب سايت بي كما لاحظوا غيب تام للتغطي عليه دونت بالبيعة الحال بش حاول يفتح هاي الممر للفريق متاعه وبعد سقوط اللاعب تزيوس على مستوى البومب سايت اي وروتيشن من فريق تايلو طريقة متاخرة نسبين النافي يدخلوا يدخلوا للبومب سايت كما حتى اللاعب اذا انو ياخذوا الفيشوال عليه من التايلو والبومب لانتي تن فلايمي يتخلص من سايمبادي ويش يكون صعب انو متايلو يتمكنوا من ايجاد ريتيك على اللاعب النافي في هالبومب سايت بي خاصة انو انو كيما قاعدين الليحدو ادود قاعدين غطي على الكيتشن فلايمي مرتكز كيف ما يلزم الوب من عند غواردين يعطي المعلومة الفريق النافي على تمركز اغلبية المنفسين امتاعوا سقوط اذا اللاعب اتاكا نزل او بلوني او ممتاز كابتن مو يتخلص من غواردين انا اس برايمي خلص من فانتسي بقل كابتن مو بقوب باش حاول يكروتش من اثنين مناسيه مرور لوني ممتاز عند اللاعب ادود لكن فلايمي باش يخلص الثمن متاع الحركيات امتاعوا جاءت الحال خير اذا اللاعب اتصالي انو يهرب ادود امتاعوا ادود امتاع غواردين كذلك وشد الطريق متاع الكيتشن الساعة اثنين اذا لصالح النافي وكان ثمانية اثنين اعتذر الصالح النافي كانت منتظرا نسبيا واندفانتاج لا محالة في الصالح الفريق الاوكراني تايلو في مأزق ميلي موجود او فقط على ايدي الكابتن مو بصوص 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 أنتراك إذن ال ECO Round و تمتلك بسقوط اللاعب السنة و مروا اللاعبين ناضي و تكون صعب على تايلو و يُقِيم بRetake و تُقِيم هذا الضعف فالفارة على يديهم حاليا تحاول يستغل باك؟ و يدخل الـ City Spawn و يحاول جهد على فريقه كما لاحظوا تزيوس والسيزة قاعدين يقوم بتفسيخ وبالاعتداء على اللاعبين تايلو واحتقانهم بأتم معنى الكلمة ما يبقى لفانسي على قائد الحياة وسقوط الأوب اللاعب كابتن ماو اللي يخسر في الراوند الحالي فانسي في الانتظار وتزيوس بهاد شاط كان أسبق من فانسي ويأمن راون تاسع لصالح من نافي تي سايد ماشي بطريقة عامية لصالح الفريق الأوكراني تسع الثنين إذن صالح نافي وفليمي ينتلقى بدابل على أتاكاء فانسي فلاي ميزان فاير وانسيزة يغطي على التيمة يتمتعه ويتخلص من كابتن ماو بأسرع طريقة ممكنة سبريمونتاز نعم سينر يخلص من آدوت كان تلقى الكثير من الدعمات يحاول أنه يبقى على قائد الحياة لكن قاعدين كان أسبق بالبسطل اللي على يديه تم الليح لفياخ المطاف راوند عاشر لصالح النافي سهل عليهم المأموري أمام تصالح نحسوا أنهم في غياب وعيدين أمام النافي في ميراج يعني نحسوا أنه فما نقص متع تجربة الفريق الصيني على مستوى المأب هذي أمام النافي يعرفوا كيفية تصرفوا إلى حد الآن في تيساين يعني هو أصعب صايد في المأب الحالي أصعب صايد في المأب الحالي والليعب يعني بسبب حالي آثار الراوند الفارت على فريق تتايلو على التشكيل التتايلو لينقاط خمسة لعبين بسيزي أوتاو سكيفلرز فقط يعني حاول أنهم من لا شيء يخلقوا حاجة لكن نلاحظوا أنه يعني النجاعة مكنتش في المعارب البومبساين بي تم مؤخدته على أيدي لعبين نافي مداخل من عند فلايمي اللي ما يتمكنش جراء الجرنية لا تعرف على موقع المونيفس المتاعه في التقطيع عرف أنه مونيفسي بشي حاولوا يدخلوا انطلاقة من الجنغل أوه ممتاز فلايمي في الهجرة الأخيرة متاعه ونافي في كولكتف أفوت يتمكنوا من إيجاد راوند حادي عشر لصالحهم تايلو منزلوا بتميعت الحالي حاني وعلى مستوى القاعدة المالية ولكن في أخر المطاف ودابل أوب حاليا سنة يخلي الأوب الفانسي في أقتري كابتن ماو بتميعت الحال مين أوبا لفريق تايلو لكن من إيجاد الأوب خاصته واحدة في اثنين يعني نتيجة ثقيلة على فرست هاف في ميراج خاصة كتير تطلع في سيتي سايد ناضي ممكن بشي يواجه بعض الأشكاليات مع دابل أوب المطبق من عند تايلو تذار كما قاعدين نلاحظه إذن من عند أتاكه على مستوى السيكرت أوه كابتن موت ضحية للأدود يسقط هذا أوب مهم يسقط الفريق التايلو وكما نلاحظه السنة يحاول أن يغطي على البوم سايت أي كان ختم فلايمي مبدئيا لكن زيوس كان سريع للغاية والقال ريفانج عليه السيز يلقى البيك أب على أتاكه ملاحظه أدود يحاول يتقدم في تجاه السيكرت نزيل ما عندوش فكرة على وجود أوه ممتاز بفانسي يلقى البيك أب على أدود سكوب كان في موقعه رغم وجود سماوك ولهنه يعاد النسبيان إذن الفرق العددي ويقلص فيه لكن غواردين مايرحمش فانسي يلقى عليه هادشوت يتحفي البيك أب على أتاكه وما يبقى لا تزيوس على قاية الحياة بالسيفو والسيزد اللي ينتظر على مستوى جانجل يعرف أنه موني سوف يخشي أي سيزد يلقى النايف على أتاكه رغم أنه ميسا الدغرة متاع الرايت كليك يلقى على أقل اللي يمكنه من إيجاد الكيل واثمارتنين لصالح النابي بكل جميل وأناقة آه يا ناصر يا ناصر آخر راوند إذن أصدقائي الصديقاتي في الفرست هاقفوا على نتيجة أثناش ثنين لحاد الآن الصالح النابي يأخذوا بتبيعة حاد سكراب باي من عام تايلو ليعطيهم نوعية نجاعة ما كانوا متخلص من سيزد وتزيوس غواردين ما يسموت على ذلك ويتمكن إيجاد ريبانج على الأوپننت سمتاعه وفلايمي كذلك يلقى نفسه أوق في الرامد الحالي بعد أساسينايشن غواردين للعب صنباري أو سينر سيتمثال شريء شريء دابل أوق من أول الرامد وأدود بعد محاول التدخل على مستوى الميدل ويطلق الكثير من الدماج وخير أنه يرجع إلى خل غواردين يدخل في البوم بلانت عنده فيجول على الظهر من منافسه ولكن فلايمي كان أسبق متخص من فانسي ووجه لي ووجه ووبانج يخلل المنافسه واتاكه أثناش من هاتبوين تاك نين من عند غواردين يمكن متخلص منه ما يبقى للاعب فقط لي هو كاعة الماء ويحاول أنه يتلاش في الثلاثة من المنافسه ويأشي في ذلك سوطر سنين إذن هذه النتيجة المبدئية للفرستها يعني قولتها قبيلة ونعود أن نقولها تايلو في نقص التجربة على مستوى الساحة المحترفة ونأكد لكم أنه تايلو بالمشركات المتاحهم على مستوى الدوريات المحترفة ليتمكنوا من أنهم يخلقوا أنفسهم اسم على الصعيد المحترف أمام الكبار هو التعليم الخارط العالميه وإن تحتاج إمام فريق ألمانسي جائمينغ يعني اللي هم أبطال العالم الإنترليكشين ماسرس كاتوفيتشين والذكره في إنتصارهم على مرتين في الجروب اسيجز وكذلك على مستوى الفينال على الفيناتيك اللي هم كانوا مفضلين على الإنتصار وكذلك في الإنتصار عن الناضي والإنتصار على أغلب الفرق الكبار في العالم الإي سبوت تايلو ورا الـPotential وتمكن من الانتصار على المناصر وهذه معلومة مهمة لغاية وتمكنها من التعرف على الـPotential تايلو القليل من التجربة بتعرف أكثر على المابس على الأساس ضبيق تاكليكس أحسن وأكثر من نجاعة ممكن نشوفه من ينازحه الـNavi والـ LG وحتى الفناتيك على المستوى الموقع الأولى في الدوريات المحترفة الكبيرة الـMajors والـ Minors كذلك إذا 13-2 وانتلاق للـ Second Half ما بيني تايلو والـNavi ما هي انتظاراتكم أصدقائي على تشات ماذا باي إذا كنت نقراوهم لكن في آخر المطاف حسب لنحظوا في حاليا نافي عندهم أدفنتج كبير للغاية أمام نظيرهم الصيني كما لاحظوا إذن تنطلق تايلو بالـT-Side ننسى له شنية بجي تكون الـ Approach مما من الـNavi أعرف كيفية تصرف على مستوى وانتظاره وانتظار كبير من عند لعبي تايلو حالياً يحاولوا يتقدموا ممكن في اتجاه الـ B-Apartment انتظارنا عند السيزد في المناسبة أخرى قاروحه ووحده يمام خمسة من منيرسي سيزد متخوف من التحركات متاع من منيرسي يتمكن ممكن أن يتعرف على مرور لعبي تايلو ينرجم مقصة من مرور لعبي تايلو ممتازاً ممتاز لعبي تايلو في نفس التوقيت انتظارنا عند السيزد يتلقى الـNavi يمر ممتاز لغاية السيزد ويتمكن مجرد هاتشت من سيزد لكن هذا الذي حدد انه هناك مطاف كابتن يجد مو ممتازه وممتازه لعبي تايلو حاول أن يبحث على هاتشت ويتمكن من التأكنا يلقى نفسه تاكنعين يحاول يمر للبوم بلانت يبقى هو وادود فقط على قائد الحياة تاكنعين هو من عند زيوس يتمكن من خلاله ومن تخلص من اللعب كابتن مو ديوس الى ثلاثين وادود بثمانية اما منافسهم تصم بادي بخمسة وعشر هاتبوينت ديوس يحاول انه يحاصل منافسه متاعه ما يتمكنش تعرف على موقع بالضبط ممتاز على هاتشلت الاخيرة والدفيوزه يتم وثلاثاش سنين تتحول الى اربعة اختنين ناضي يلقى انفسهم غن راند مهم للغاية لكن يجب ان يتخوف الفريق الاوكراني من راند وقاد من تايلو اذا كنت يخجب تاكنين امو ممكن لعمليه السحر ينقلب على السحر وتايلو يلقى انفسهم راند مهم للغاية يكسروا باقتصاد ناضي ويلقوا باسلحة تمكنهم على الاقل من السيطرة على الوضع واطالة المباراة ممكن تايلو يلقى انفسهم ممكن ما يلقاوش لذي السحر كونتر سترايك اللي خالينا متشبثين بالمباراة حتى الاخر لحظاتها تايلو اذا في الانتظار كما لاحظوا تاك ناين اما فوصد باي عنا كذلك اعكا على ايدي كابتن مو محانو تحت تدخل من عند اتاكا يكفينيد من تحت ارجله بالضبط والدمج موجود فلايمي في الانتظار وعلى اول ما هو يخرج اللاعب اتاكا بشعاق واذا اللاعب فلايمي ادود يلقى هاتشات على السنر على مستوى الميدل فلاش ممتاز وغروج من عند اتاكا يقع نفسه بيك اوب على فلايمي سيزد وزيوس يسكتو ما يقع لا ادود وغواجين ما يبقى لا غواجين ممتاز المداخل من عند تايلو خاصة كابتن مو يقع نفسه الدول سبريم لعن غواجين بالعنوان وارمعتار ثلاثة هذا السيناريو اللي كنت اتحدث عليه تايلو يقع انفسهم راون ثلاث مهم للغاية من ناضي كانوا ممكن متعاستين اكثر من لازم وانطمعوا في راون سيهل استسهلوا الراون واندرستيمياتهم خلصوا الثمن اربعتار ثلاثة تايلو ممكن يجوا في مباراة حاليا اربعتار ثلاثة اذا وانطلق جيد للنافي عليين ادود يتمكن ايجاد هاتشوت على تايلو ممكن نفس السيناريو يتم اعادته من عند النافي في المرحلة ونستبعد صراحة يعني سنبادي يلقى الهاتشوت على تزيوس وفتح نسبي البومب سايت اي على ايدي تايلو يعني النافي يقع انفسهم ثلاثة لعبين فقط والفرق العادد هو خاصة الفرق على مسؤول الفاير باور موجود يعني ما نقوله فيه يعني بيسول من عند النافي عن السجي وكابتن ماو يتخلص من غواردين سيزد وفلايمي اخر لايبين على قائد الحيات فلايمي لو حالب السجي بشي حاول أوه وهذا ممتاز البيكا عن فلايمي حاليا لكن كابتن ماو ما يرحمش منه نفسه وما يخليش بليمي على قيد الحياة سيزد تلقى من الشوت يلقى مبدئه على أتاكه يقل نفسه سلاح في الراوند الحالي حول انه يمر مزل بسيزي أوتو سيزد لكن كابتن مو كان سريع على الغاية ممتاز اللاعب كابتن مو من فريق تايلو قاد يعطي اكثر في نجاعة بالرايفول وممتازه اكثر حتى من الأوب يعني ينسى عليش تايلو ما يخيروش من ما يخليوه فانسي في الأوب ولا يتمكنوا يجد أوبا في عضلة كابتن مو اللي عنده نجاعة عالية يبقى في الدورة انتو فريق صراحة يعني سنضعه في مكان كوتس ونتسأل لماذا السيناريو ما يتغرق ابل مرة ايكران عند النافي ادواند نحن يلقى نرسل دابل على منافسية لكن اخر المطاف كما لاحظنا دابل للفانسي دابل للسنة كان راوند سريع للغاية 14.5 اذا نتيجة حالية نافي على خطوة الانتصار بالتفكرة المرور للسامي فاينلز نعتدي تايلو قاد يحاربوا اخر بسيس امل اليوم في البقاء في هذا الدوري يجب ان ينتصروا على منافسه من نافي على تذر بأي طريقة كانت تمحانا حسابيا صعب للغاية نما تايلو يرجع فيها المباراة خاصة ان اذا كان نافي يتمكن من ايجاة الوابن سنتيحهم كيف وراد الحالي والراوند هذه بش حكينا الكثير بش حدثنا على الكثير على مستويه المباراة نافي اذا في الانتظار على مستوي المحاولة بتاعتدخل في اتجاه البومب سايت اي بطريقة دايركت مباشر للغاية من عند لعبي تايلو لانه سبري من عند فلايمي يفشف التخلص من سنبادي زيوس على مستويه ساندويتش يتمكن بعناء كبير ما التخلص من كابتن نو ولكن سنة كان في الموعد كانت تمكن من ايجاد هاتش اطالي سبري من عند عدود يخلص من سنة ثلاثة ثلاثة و سنبادي فيه على صعب للغاية من عند سيزد لما حاله تخلص منه سنبادي يلقى نفسه بتانه فانسي في الانتظار على مستوي جيروامب و ممكن دافيوزل يتم اذا كان فهم السموكس متوجد من عند لعبي النافي صعب للغاية على فانسي و ينقذ الفريق متاعه منه الوضع الخطير للغاية يلقى البيك اوب على فانسي اخر لعب على قيد الحياة من دافيوزل و خمستاش خمسة لصالح النافي ووضع صعب الانتصار موجود تايلو يجب يعادله النتيجة يلعب الوبرتايم و يتمكنه من الانتصار على النافي في الوبرتايم يعني في بست اف سيكس اختلي نافي الراوند الوحيد من الانتصار مع وضع مالي ضعيف للغاية لتايلو اختلي اشتير اختلي 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 يمكن أن يكون الراون الأخير في المباراة كما نجم أن يكون الراون آخر من بعض الراونز التي يستطويلها في عمر هذه المباراة 15-5 كما كنا نتحدث عن كابتن مو ممتاز يقص كوف على سيزد و يغير تمركزه المحالة بسيكس هاتبوينت بعد مدخرة لعب النابي سيزد يعني وضع الصعب مبدئيا على فريق تايلو رغم التخلص من لعب مهم النابي يلقى الأوبا ممتاز بسيكس هاتبوينت يعني لعب كابتن مو عرضة لسقوط في أي لحظة فرناند الحالي قوضي نقاط واحده نقاط نفسه وحيد إذا فتقتي على البوم سايد بي غياب الأوبا إذا فتقتي على الأي كما لاحظوا فما احتشام فما تخوف اللعب تايلو على مستوى تقدماتهم وما لاحظوا اللعب تزيوس على مستوى باناس وعود إلى خلف تايلو في اتجار البوم سايد بي على موظم متصورني متصورني أن الاتجار يجب أن يكون البوم سايد بي في الانتظار على مستوى السيكرت يجب أن يكون الاتجارة تجاه البوم سايد بي على أول ما تجيل معلومة عند اللعب غواردين يحاول ممتاز غواردين يطلق بيك أب الأول يلقى الثاني يمر للماكت غواردين يستعمل الفلاش ويغطي على نفسه يجب أن يكون الاتجارة ممتاز للغاية ممتاز للغاية من غواردين غواردين نزل في الانتظار يجب أن يبحث على الاتجارة من عند غواردين خار هاوكي فيشتني بيست وإلا ليه غواردين غواردين يأمن الراوند الأخرين بأي سلسارة النافي ويأمن بذلك مرور النافي للسامي فاينل متع دريم هاك ممتاز النافي وممتاز الراوند وممتاز كذلك فريق الصائبين لي ويسو أحظوا ما كانتش عنده تجربة كيثة يتمكنوا مصمودة ماما النافي في مار مثل ميراج يعني انفرنو إحدى المار اللي متعود عليها النافي بحكم أن نواجه فيها فريق الفناتك على عدة المرات لكن في أخر المطاف يعني ممكنت الادفانتج متع النافي أكثر من الادفانتج متع تايلو كذلك يعني الإكسبرينيس متع فريق تايلو في ميراج كانت هي العنصر الأساسي اللي خلى تايلو تمر بنتيجة 16-5 والنافي ما فعلتوش الفرصة وتمكنوا من الانتصار والمرور للسامي فاينل مباراة خارقة للعادة وإذا نصدقائي الصديقات لي نترككم بضع دقائق حتى تكشينين تنطلق السامي فاينل الثانية في مال مو الكواتر فاينل على التذر الثاني للدريم حاك مال مو ونطلق معكم على أول ما تنطلق المباراة ابقوا معنا انبياس وديجنيتاس مباراة نارية أخرى ما زلت نستنى في الفيترا وبتبيعة الحابش تبعث لي من عند ناصل صديقنا في زميلنا في الحافلة ما بين معاقفين ذكركم أنكم نجموا تعملوا محتويه متع E-Sports متع Counter Strike Global Offensive على أساس محترف معلق بالعربية ولا في العالم العربي كذلك تبعونا على الفيسبوك متعنا و تويتر عرب E-Sports على فيسبوك و كذلك على تويتر ونستطيع لكم تدخلوا في الجيفوية متع ال M4A1 silencer Hyper Beast الموجود على الجيفوية متعنا ما عليكم كان تكليكيه تعملوا تنقروا على الجيفوية تتلقاوها بتبعة الحال على أعلى الجيفوية و من خلاله تابعوا بطبيعة الحال المعطيات و تتمكنوا للدخول في الجيفوية متع ال M4A1 Hyper Beast نشكركم على المتابعة و نقول لكم ما تتحركوش نرجوه لكم بعض بضع دقائق موسيقى 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 دي لل��� موسيقى كيف حدثت في المنزل في المنزل ولكن أتبعهم بشكل جيد وهذا يظهر جيدا وحبما سيكون محاولا نعم صعب لكي لا يتحدث ولكن بالتحدث عن ناوبي في الوقت في الوقت كانت تعالى وكان كلنا قالوا على جانبه ناوبي ولكنه لا يحدث أن هذا المثال وعندما أنت تكون في المنزل وديك مجردين يتحدث ويبدو أن هذا يجب أن تكون تقريباً لكي تأتي في هذا المنزل لقد كانت أَنليم هم بعل أليس معا وفهم أيضا في نسم لدل لكن شخص يجعل الأشياء في تاريخ في حالات أكثر نحن لا نتعاجب معا أيضا يموت نحن نحن بشر ولكن نحن لدينا أفل ولكن حتلنانا نحن 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 هو نحن نحن بالتواتري حسن الهظرة والحالي حتى الآن أنت منين الى سمفال نتأكيد من التعب الآن سابقًا نعم سابقًا انتخبت سابقًا انتخبت سابقًا نفسنا 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 لذا فقد أريد ان نفسنا نفسنا تعتقد أنه سيكون لديك سيارة؟ نعم نعبياً لأولاً فرصة مفرورة لكما تفضلت من رائعاً فلنطبعاً لكما تنزلت من رائعاً لذلك فرصة مفرورة لنسيقاً لكما تتحركوا في التعامل ونحن لكي من تتايله التخصيص الأصدقاء ينتهي شكرا